اشتركوا في القناة ولا ذنب لي أنكم تباعدتم لا ذنب لي أنكم اخترتم أبغض الحلال أنا أحتاج إليكم فلا تطلقوني كما تطلقتم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والسرور حياكم الله ويانا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاجتماعي الأسري أسرتنا أبناء الطلاق ضحايا قرارات مصيرية اتخذت وحسمت وباتت قدرا محتوما يعيشه الأبناء بلوعته ومرارته يتجرعون كؤوس التيه الممزوجة بإحساس عدم الأمان بل ويفتقدون لذلك الدفء الأسري الذي يحتويهم ويأويهم من التشرد والضياع أبناء الطلاق مآل غامض ومصير مظلم كيف يتعايشون يا ترى مع متاهة بيئة الطلاق المربكة وكيف نحميهم من أنفسهم ومن استغلال الآخرين لوضعهم هذا ما سنتعرف عليه ونناقشه اليوم مع ضيوفي الكرام أرحب بالدكتورة فاطمة الخميري استشاري ومدير إدارة الطب الشرعي والمختبر في وزارة العدل في دائرة القضاء بالشارقة وأرحب أيضا بالدكتور عبد العزيز الحمادي مستشار أسري وكذلك معنا اليوم نرحب بالدكتورة المهندسة ولاء الشحي مدربة تطوير ذات ووعي وكاتبة أهلا وسهلا نمساكم الله بالخير نوم السرور حياكم الله وقع الطلاق وصار الموضوع بشكل رسمي والأبناء الآن يواجهون هذا المصير في البداية نتحدث عن تأثير الطلاق على الأبناء من الجانب النفسي والاجتماعي أعتقد موضوع الطلاق أساسا من البداية هي المشكلة المجتمعية كاملة مثل ما نقول الأعضاء اللي في الهال فارغ كلهم هي الأسرة نفسها من زوج وزوجة وأبناء فيقع عليهم هذا وطأة نفسية كبيرة لكن دائما أنا أقول التجهيز النفسي للأبناء وبين الزوجين والتفاهم في البداية مثل ما نقول يعني بلغتنا نجهز الدواء قبل الفلعة الاستعداد نعم لهذا الأمر فدائما الاستعداد النفسي لما نجهز الأبناء لهذا الأمر يكون فيه وعي أكبر للأبناء ونحميهم من الأمور اللي بيترتب عليها هذا الأمر فيما بعد ولكن بالتأكيد يظل هناك تأثير قاسي لا مفر منه على الأبناء تعريبك دكتور يعني في الحقيقة أنا أكد على كلام الدكتورة ولا مشكورة أن مشاريع الطلاق أو الزواج يعني هي جزء من مشاريع الحياتية التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات خاصة أن الأعضاء أو الأطراف المتأثرة كبيرة أثرها كبير على المنظومة الأسرية العامة على الزوج على الزوجة على المطلق على المطلقة على المحيطين ترى على الأجداد على الآباء على الجيران على الأبناء اللي هم الركيزة الأساسية اللي هم بذلوا جهودهم لحماية هذا الكيان أعتقد أن هذا مشروع مصيري يحتاج إلى دراسة أو إلى تكيف أما أثرها العميق في الحقيقة قد لا يدركها الزوجان أو الطليقان مع الأشهر الأولى أو في ساعات الغضب الأولى اللي يبرمون الوثائق ويوقعونها أثرها يخرج بعد أحيان أشهر أحيانا بعد السنوات فقضية التهيئة الجيدة النفسية دراسة المشروع هذا وضع الأسس اللي نضمن هذه الكلمة نؤكدها نضمن فيها حياة مستقرة آمنة بعد مرحلة الطلاق هذا هو السؤال مربط الفرس كما يقول دكتور صف لنا هذا التأثير التأثير كبير جدا أن يتحمل أحيانا أحد الأطراف الحقيقة قيادة أسرة بهمومها وأثقالها وأحزانها ومرها وجمالها في الحقيقة خلق الله هذه الأسرة وهيئها أن يعيش الأبن والبنت في كنف والدين تصوري معي غالب الحالات نحن نتكلم عليها اليوم يترك مثلا الأب البيت فبالتالي تتحمل الأم المسؤولية المضاعفة في الرعاية أو أحيانا أحكام الحضانة تصدر للأب فالأب يأخذ الدورين نحن نتكلم عن في الحقيقة مراعاة أو مخالفة الفطر الربانية الأبن يحتاج إلى عاطفة يحتاج إلى قيادة يحتاج إلى توجيه أحيانا يحرم من التوجيه والرعاية بعد السنوات تضطر الأم تأخذ دورين مع دورها الأساسي في الحياة وتحملها مشاق العمل وغيره أو أحيانا الأب يعني يستوي الأب والأم في نفس الوقت وقد يعوض وأنا أقول التعويض مستحيل لكن قد في الحقيقة لتخفيف الضرر الواقع وعلاج الأمر الحادث نعم دكتورة فاطمة كيف ترين هذا التأثير اليوم على الأبناء الذين يمرون بهذه التجربة خالي نقول أن مثل ما قالوا الديكاترا أن الطفل يمر بالفترة هذه العصيبة قد يكون يعني يبين للناس أنه لا يوجد مشكلة بالعكس يعني حصل الطلاق وهو يتقبل الموضوع بس العقبات اللي بتيعقب مثل ما قال الدكتور عبدالعزيز أنا تفقوا يا أن الوطأ بتكون كبيرة على الأطفال فالأطفال هم اللي بيدفعون الثمن الثمن بشكل يعني مؤثر على حياتهم القادمة يعتمد الحين منه بيشل الهم هذا الأكبر الأطفال بيكونوا في حضانة الأم ولا الأب الأم بتكون عادة هي أحن يعني طبيعتها الله خلقها جذي لكن في بعض الأحيان يعني بعض أقول مو بالكل ولكن البعض يتجه لتصرفات أخرى منافية للأخلاق منافية للإنسانية للقصد منها يمكن هل هو تفجير الغضب اللي فيها أو أنها تنتقم من الأبو فيبدأ هنا الممارسات السلبية اللي هي ما نقول اللي هي بالإنجليز الأكستريم يعني الجانب المؤذية هنا يبدأ هنا يساءل الطفل نفسه يبدأ هنا ممارسة العنف عليه ضربة تعنيفة صراخة عليه يمكن قد يكون يعني يمكن بعض الناس يقولون لا نحن كلنا صرخة العيانة ممكن هي بس صراخ الأم العادية في الأجواء العادية يكون مختلف ولكن هنا تكون الأم متحاملة أكثر فيبدأ هنا نشوف الحالات الصعبة الضرب بمختلف أنواعها الأهمال الطفل الأهمال النفسي الأهمال العاطفي والأهمال حتى في أكله وشربه فهذه الأشياء تأثر وايد على الأطفال في هذه المرحلة لو كانوا أطفال طبعاً إذا كانوا كبار يكون شوية الوطع عليهم لأنهم مستقلين كبار بيكون عامل النفسي هو الأقوى على الأطفال الشباب الكبار يعني في ظل مؤسسة زواج المنهارة نعم اليوم نتحدث عن مفهوم الطلاق في عيون الأبناء يعني لما بنتكلم عن الوالدين أولياء الأمور نحن اليوم نتحدث عن هذا الطلاق في عيون الأبناء سواء كانوا صغار أو حتى أكبار لا بد أن يكون هناك تأثير كيف يشوفون الطلاق الأبناء يعني شوفي أستاذ علي يعني الكلام الطفل اليوم نحن سنة مختلف ترى كونه رضيع يختلف عن الثلاث سنوات يختلف عن الست يعني يمكن نحن في مكاتب الإرشادة والتوجيف المحاكم سنوات طويلة مرة علينا هاي النماذج يعني وعي الطفل مثلا أو حتى الشاب أحيانا 17-16 سنة أبوهم وينفصلون عندهم من الوعي والمهارة ويمكن الدكتورة فاطمة إشارة الإجزاوية مهمة قضية التهيئة النفسية ومدى تفاهمهم وبعدين ما أحد من الطرفين يدخل في دعاوة مثلا كيدية أو توجي فبالتالي يعيش الطفل يعني عندنا أسر كثيرة يعني أمانة مرع عليهم الطلاق بعد ثلاث أربع سنوات من إبرام وثيقة الطلاق بدأوا تدريجيا بالانفصال كان موجود داخل البيت طلع في ملحق خارجي انتقل خارج الملحق خارجي بدأ الأولاد يفهمون ترى هذا أبوكم موجود مسافر طلع شوية فبدأوا لين ما فهموا العملية حتى ما تكون مثل صدمة تماما يتب التدرج في عمليات التدرج دائما نحن ننصح فيها الأهالي الوعي وكل ما كان أصغر ومتعلق مثلا بأبوه ثلاث أربع خمس سنوات فجأة تصوري معايا في بيت يفقد الأبو الأبو ليس موجود برا على البيت فهذه الأمور في الحقيقة مؤثرة يعني بعض عمليات وهي قليلة لكن في الحقيقة بعض مراكز الحماية مرت عنين بعض الحالات التي هي التفكير في عمليات حتى الشروع في الانتحار مع أنها قليلة نادرة لكن في الحقيقة الطفل يوصل لهذه المرحلة خاصة إذا فقدت الأم يمكن الدكتورة فاطمة أشارت فقدان الأم السيطرة على ذاتها نحن دائما نفكر في منظومة يمكن حلقتنا اليوم نفكر في منظومة الأبناء المطلقة بحد ذاته أنا دائما أقول ستة شهور لين سنة تحتاج إلى رعاية وتوجيه خاص عشان تقدر تنتقل من هذه المرحلة إذا تمت روحها تعايي هذه الأمور فبالتالي أثرها يمكن الغضب السريع التأثير الضرب التعنيف الأهمال الدروس يعني أنا أذكر أربع مكالمات جاتنا من أم تقولي دكتورة أنا وصلت مرحلة ما عرفت عام مع أولادي مع أنه هي اللي كانت عايشة ومستقرة وتعيش معهم لكن بعد الطلاق تقولي أنه لكن هذه تعتبر مرحلة جديدة يعني حتى للأم نفسها صحيح انشغال أولياء الأمور اليوم الوالدين بعد الانفصال بمشاكلهم والخلافات فيما بينهم وينشغلون عن الدور الأساسي لهم تربية الأبناء يخلق بما يشبه قنابل موقوتة الأبناء مثل ما ذكرت ممكن أنه حتى يفكرون فيه لا سمح الله للانتحار نتكلم عن هذا التأثير يعني أنا عادة اللي أشوفه يعني مثل ما ذكر الدكتور أن الأبناء نفسهم لما يشوفون الآباء في تصالح وفي حالة هادئة أو توازن التأثير النفسي عليهم يكون أخف وأقل التفاهم والوعي الجيد بين الآباء كزوج وزوجة بعد الانفصال يخلي هاي الطاقة تطلع وين في أبنائهم وتشوفين على مستواهم الدراسي على مستواهم النفسي مثل ما قال الدكتور أنه إحنا لما نفهمهم عملية أنه كتيب طفل صغير وتبدأ تفهمه أنه بابه موجود أو أبوك موجود أمك موجودة في حال إذا كان الأبناء مع الأبو وأنه يكون فيه هذا التفاهم الجميل لكن مثل ما ذكرتي لما تكون العملية عملية التنافس واللي يطيح فيها الضحية الأبناء أن الأبو يكون مليء بطاقة غضب فضيعة ما تعرفينها من وين أتي يعني أنا عانيت شخصيا من الجانب هذا بعدم التفاهم أبدا يعني محاولة التفاهم لكن أبدا ما فيه تفاهم طيب الضحية وين تكون الأبناء أن الضغط النفسي يعني مثل ما نقول هناك فيه قضايا مثل ما الدكتور يعرف ويكون فيه محاكم وجلسات وهاي الأمور هذا الضغط نفسي يعني مثل ما نقول إضافي على الأم بجانب المسؤوليات اللي عليها بجانب تربية أبنائها بجانب نظرة المجتمع لها بعدها بجانب مسؤولياتها اللي هي العملية الخاصة فيها ولكن دكتورة يعني بالرغم موجود هذه المشاكل ما ذنب الأبناء فإنهم يطلعون على هذه المشاكل بالأمكان أبقاهم في معزل عن هذه الخلافات هذا إحنا نقوله بالكلام أننا نبقيهم في معزل هذا مع الناس الواعيين أنك فعلا أن تفصلينهم تماما عن هذا الأمر أو حتى إذا أنه حتى الأبناء وصلوا لمرحلة أنهم فعلا يشوفون هذه المشاكل بس يكون بالطريقة أن الأب يعني إذا كانت الأم أو الأب هم اللي يعني حاضنين الأبناء يكون فيه توضيح أن الأمر طبيعي والأمر عادي ليش؟ لأن هذا بيتخزن في الأبناء للمستقبل البنت هاي بتكون زوجة في المستقبل صحي الولد هذا بيكون زوج في المستقبل فما بالتش أنهم يطلعون من أسرة مفككة عشان يبني أسرة فكيف يبنيها؟ يمكننا دكتورة ولاء تدرينا أعتقد أن العبء اللي يتركه طلاق نفسه العبء النفسي عليه وبالإضافة للعباء المالية اللي يترتب على الزواج فهو من قهر أصلا منها وطلقها وبعد تأخذ فلوسه فيمكن هنا بعض الحالات اللي شفتها هو يبغي يسحب حضارة الولد قد ما يقدر صحيح فمثلا يوم أي شل الولد عنده يدور يفحصه طبيب شرعي يفحصه عنده حضار بنا وساعات يختلقون أنواع معينة من الضرب اللي هو الضرب الخفيف ويدعي على الأم من أنه يضربت عسب يأخذوا الحضانة دكتورة عدتنا نماذج مرت من خلال يعني شوفي الحمد لله الشيء هذا مبدنا ويد من تشرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى لكن مرت بعض الحالات اللي مرت علينا هو يبغي يأخذ حضارة العيال من الأم فيدعي عليها أي ادعاء أي ادعاء ممكن تتخيل ليس القصد حبا في التربية الأبناء ولكن تخفيفا من المسؤولية المالية نعم هو ما يبغي يدفع للسكن ما يبغي يدفع مصاريف دريول ومدرسة وشغالة ومأكل ومشرب يعني هاي يطلع عليه مبلغ في النهاية فهو يبغي هذا كله اتوقع انا اتوقع انه هذا هو السبب اللي يخلي فيبدأ هني يا اما انه بعض الاباة بعد برد اقول البعض وهو شيء نادر يعني انه يمارس هو نفس الضرب على الطفل او انه يعني انه طلح الرتفي ضربة تلفظ السلبي او انه يعني حد من المحيطين يعني انه بيجاب العيال ولا بيجاب للأم ولا مشاكل الأم والمحاكم ولا بيجاب العيال اللي ممكن الخدامة هي تعتدي عليهم صحيح لانه في غفلة حين ما في حد يراقب العيال مثل الأم صحيح او انه مثلا تكون مرت الأبو موجودة مشكل يعني بعد هي مش قاعدة ولكن مرت الأبو ساعات تكون تلعب دور كبير يعني مثل ما صار في يعني القضايا اللي مرت علينا يتشافها المجتمع اللي ماراتي نعم قانون ودي ما كيف طلع يعني صحيح هذا هو اللي صار يكون هني اللعبء كبير وايد الضغط وايد كبير على الطفل بقول الضغط النواع يعني مختلفة من الإذاء أنا ما بسمي إذاء تعذيب يعني أن من قص شعر من حرق من حرق جسم بالخاشوقة حارقين الياهل ماطين شعره من نتفين شعره يعني لو حد غريب بتقولين بس لما يكون هذا اللي يسوي فيك هالشي حي الجريب يعني الأم أو الأب فيكون جدا جدا صعب على الطفل مش مستوعب الطفل يفقد الأمان إذا كان أقرب الأشخاص المفروض يحن عليه هو من يقوم بهذه العملية مم مستوعب مم مستوعب كيف أن الأم المفروض أن تحن عليه الأم هي ياسة عذبة أو كيف أن الأب المفروض أن هو مصدر الأمن والأمان هو هذا ياسي عنفه ويضربه هنا وقعها ويسي صعب على الطفل ويسي صعب على الأم اللي مدعي عليها مثلا يعني بنقول أو الأبو يعني في الحالتين الله المستعان نحن نستكمل إن شاء الله هذا النقاش لكن نستأذنكم في هذا التقرير مشاهدين أبناء الطلاق إن لم تتلقفهم الأياد الحانية في المجتمع خاصة حين ينشغل عنهم آباءهم بمشكلاتهم فإنهم حتما قد يتحولون إلى قنابلة موقوطة في وجه كل من يتعرض سبيلهم للأسف تغيب عن الآباء العقلانية وتطفو الأنانية فيضيع الأبناء عن المسار نتابع معا هذا التقرير يمثل الطلاق حدثاً مسبباً للتوتر لجميع أفراد الأسرة بما فيهم الأبناء فقد يشعرون كما لو أن عالمهم انقلب رأساً على عقب مزيج من ردود الأفعال التي يمكن أن تصدر عن الأبناء جراء طلاق الوالدين وتختلف من فئة عمرية إلى أخرى حسب احتياج لابن إلى والديه فقد يغلب على الطفل أو لابن المراهق شعور الاكتئاب والقلق نتيجة التفكير بمصيره إلى أين سأذهب مع من سأستقر من سيهتم بي وبأموري من سيساعدني في مذاكرتي أين سيكون مقر الحضن الدافئ الذي أحتاجه كل تلك الأسئلة تصفع عقل في الذات الأكباد إذا ما وقع الطلاق بين الوالدين ما ينتج عنه سلوكيات ربما تكون مدمرة ليس للطفل فقط وإنما على مستوى العائلة والمجتمع إذا كان الطلاق لابد منه فهنا نبتعد عن الأنانية نبتعد عن الأنانية لأنها فعلا خطيرة جدا في حق الأولاد لا أحد يعني يضع في حسباني أن أنا فقط أفكر في نفسي لا بعد الطلاق الأبناء رقم واحد في الحياة على سبيل المثال وكان هناك في إحدى الحالات طالب يعني متميز جدا في دراسته جدا متميز وللأسف يعني عاش في عنف بين الأب والأم وبعد الطلاق أنا أتكلم مرة عند الأب ومرة عند الأم الأب مشغول أنا ما أقدر أتقبله يودي أمها الولد خليه عند تشنتي والأم تقول مثلا أنا مشغولة في دراستي في عملي في وظيفتي مع زوجي مثلا فهني الأب الأب يكون مثلته يعني يعني ما بعارف شو يسوي فأحنا في إحدى الحالات تدنى الولد كان متميز في دراسته لكن تدنى في مستواه الدراسي بشكل غريب جدا حتى الأساتذة تواصلوا شو موضوع الولد هذا كيف هذا الولد تدنى مستواه من طبعا متميز جدا إلى مقبول الأبناء يلجئون إلى الأمور التي هي سلبية كالتعاطي كالجرائم فهذا يحتمد على الوالدين كل ما شكلت وأنت وضفت هذا الأمر بشكل إيجابي اللي هو موضوع الطلاق شو يعني حصل الطلاق قضاء وقدم من رب العالمين ولكن كيف احنا نتعامل برقي مع بعضنا البعض كيف أنا أتعامل بكل سلوب راقي مع الطرف الآخر حتى لو أخطأ الطرف الآخر شو يعني دائما نقابل الإساءة بالإحسان إذا قابلنا الإساءة بالإساءة كارثة في الحياة الأسرية لا ترمي أيها الأب وأنت أيتها الأم قنابل مشاكلكم الزوجية لتنفجر في حياة من لا تودون لهم سوى الخير وتأمين الحياة الهانئة السعيدة فكروا بأبنائكم قبل اتخاذ قرار الانفصال لتجنب وقوع ما لم يحمد عقباه فحينها لا ينفع الندم على ما أخدشته مخالب الطلاق ولا يمكن استعادة صفاء نفسياتهم إذا تحطمت وأسألوا أنفسكم أبناءنا بعد الطلاق إلى أين حياكم الله مشاهدين الكرام الجديد ما زلنا مستمرين معكم وأجدد لكم التحية وللضيوف الكرام كذلك تابعنا في التقرير السابق أهمية احتواء أبناء الطلاق وتقديم الرعاية والاهتمام لهم أبناء الطلاق اليوم يحتاجون يمكن تربية خاصة بهذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها دكتور يعني كيف تكون خصائص هذه التربية؟ نحن في مؤسساتنا ومؤسساتنا الاجتماعية القضائية اشتغلنا على مرحلتها مرحلة قبل الطلاق وأثناء الطلاق جيدة محورة تقريبا حين مضت على تجربة مراكز الإرشاد تقريبا عندنا عشرين سنة فكرة جيدة واتطورت البرنامج الذي نحتاج عليه هو إدارة الملف كيس من أجمنت الملف كامل بعد إبرام وثيقة الطلاق المفروض يتحول لإحدى مؤسساتنا الاجتماعية يسوون دراسة حالة مستفيدة حول الأسرة ويمسكون الملف نحتاج من ثلاثة إلى ستة شهور أنا أقول ناخذ عينات معينة ونشتغل عليها أنا على ثقة إذا سوينا البرنامج التأهيلي للمطلقين وطلقات بعد الطلاق الكثير من الآثار الجانبية أو خصائص المرحلة ترى هذا علم نحن مشكلتنا حطينا ركزنا عشرين سنة على برامج الزواج وهذا شيء جيد ونشجع عليه وشيء طيب لكن نسينا السنة الكونية الفطرية أنه ممكن هاي الأسرة ما تستمر فبتاية تدخل في الطلاق طيب وين تهيئتهم شو خصائص المرحلة أستاذ علي تتكلمين عليها اليوم اللي لازم اليوم الطليق والطليقة يكون عندهم وعي كيف يتعاملون مع ابنائهم كيف اليوم في تعليمهم في دراستهم في رؤية نحن حتى الأسرة الممتدة دكتور وليس فقط الوالدين أستاذ علي أنا أبتعد اليوم عن الطرح المثالي إذا نحن أسرنا حول الحقوق العامة اللي أشارت لها الدكتورة فاطمة مشكورة اللي هي الالتزامات المادية ما يبقى يدفع لأنه عنده فكرة في ذهنه يقول أنا طلقتها صحيح نقول له تعالى الله يرضى عليك أنت طلقتها بس ما طلقت أولادك سواء كانوا معاك ترى أنت ملزم بالصرف والنفقاء ولا تموا عند أمهم هذا مواضيع مالية طيف التعليم يقول لي أنا ما ألخصني فيهم ليش قال أنا طلقتهم صحيح ملف ملف لأن كل أسرة لها وضعية خاصة نيزم معهم نقول لهذا أنت دورك هاي رسالتك هاي هدفك مرحلة الطلاق جانبة لكن الإشكالية الكبيرة أن هاي الأطراف أصلا صورة الطلاق واستحضار الآلام اللي وقعت عليهم ما بقادرين ينسونها وأصلا هم ما يبون ينسونها فبالتالي يعيشون في دوامة الآثار مترتبة عليها عشر علي خمسة عشر سنة وهذا الولد نحن نتكلم عليه ويمكن أنا أذكر هذا الكلام ويمكن ما ذكرته في شيء من البرامج السابقة أن يحرم طفل في المنظومة التعليمية عندنا في دولة الإمارات لمدى سنتين عن استكمال تعليمة لأن الأب متعنت في استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهذا الأبن وهذه مسافة الحقيقة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون يعني لماذا هذا القانون يأخذ مجراء و أنا أقول اليوم مؤسساتنا الشراطية والضبطية اليوم أم تضطر أنها تلغط على بنتها عشان تدخلها مركز الشرطة عشان تفتح بلاغ ضد أبوها نحن عن أي صور بر نتكلم في مجتمعنا هذه البنت اللي دخلت بغض النظر عن تفاصيل ما حدث ولا أريد أن أذكر شيء عن هذه لكن أنا أقول ترى مأساة يعني بعض الحالات وإن كانت قليلة كما يصير اليوم أم تشجع بنتها عشان تتصل في خطوط حماية الطفل وتشتكي على أبوها ولا الأبو ويجبر الأولاد أو الأطفال للحديث حول مراكز الحماية ويفتحوا بلاغات رسمية ضد أبوها تدمر المثل الأعلى للأبناء فما يبقى لهم أي مثل يقتدى في هذه الحياة فكيف ستكون ترى نتكلم عن حالات جنوح أحداث يعني هاي موينية لنا تعاطي مخدرات الخروج الشروع في قضايا الانتحار بعض التشكيلات الإجرامية العصابية ترى موضوع الطلاق موضوع ظاهرة عامة لكن إذا ما أحسننا إدارة هذا الملف اليوم كل أسرة فيها خمس ست أطفال هذا اليوم منه نتركها اليوم منه يربيه اليوم الخادمة تقوم عليه ولا نحن نتركها للمدرسة واللي عيش يعيش والأبو اليوم فتح أسرة ثانية ونسأل أسرة الأولى أصلاً بتفاصيل اللي شافهم يزاه الله خير وبارك الله فيه ويمكن ما يعرف عنهم في أي مدرسة ولا وين يدرسون وتعوض طلاقها بانفصالها بحياتها التمدن الظاهري الموجود فتنسى أيضاً قضايا التربية نحن نقول هي قضايا قليلة لكن فرد من أفراد بلدنا أنا أقول أطفالنا الطفل واحد هاي لهم عماد هذا المستقبل ديروا بالكم عليهم جنوح الحدث و أنا أقولكم يمكن ملفات جنوح الأحداث نحن من السنوات أنا شغال على هذا الملف في الحقيقة إصلاح حدث حرف فيه المسير في قضايا تعاطي خمسة لعشرة بالمئة يعني اللي يدخل حق للإدمان يعني هاي الأطبة يتحدثون عليه خروجه طبعاً توفيق من الله و مؤسساتنا و جهاتنا الشرطية و الأمنية و الضغطية ولكن صعب جداً صعب جداً يعني ما نبغي هذه الثمرة نعم أستاذي أنا عندي سؤال يعني يعني أنا يعني مرت علي هال يعني هال قضية نفسها و يعني عشت الموقف بس يعني أنا بعد أقول تشتكي لقاضي و تقول له مثلاً أن هذا الزوج أو هاي الأم يعني غير بارة بأبناءهم ترى هالبر مش بس أبناء لأباء و والد و والد بعد بر والد والأب والأم لأبناءهم أن هذا الأب مثلاً ما يسأل عن بنته أو أبناءه ولا شافهم يعني من سنوات 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 و يرد القاضي بكل بساطة و يقول نحنا نحكم بالأمور اللي احنا عندنا المادية و النظرية لكن أنا ما بروح مثلاً أحط مشاعر في قلب أب أنه و أحب بلدك أو أحب بنتك شو يعني ممكن يكون هذا الأمر أنا أذكر دائماً دكتورتنا فاطمة ذكر الجانب التشريع القانوني يعني الحمد لله عندنا من أفضل التشريعات اللي قاعدت تتحسن و تأخذ المنظومة تقلها يمكن حادثة وديمة اللي مرت عليها في مجتمع الإماراتي و ما بغريبة كتبت عنها الصحف و بناء عليه صدر القانون التحادي رقم ثراثة لسنة 2016 و اللي ذكر في بنوده شيء من الخمسين اللي هي دراسة بيئة الحضانة اللي ما كنا نحن نسويها سابقاً في المنظومة التشريعية الموجودة اليوم أي حالة طلاقة تم دراسة بيئة الحاضن الأب والأم و فيه اختصاصي خاص ينزل البيت و يشوف الأوضاع و يعاين هاي الأمور دائما يقول القاضي يكون له نظر مستشرف صحيح فإنما أقضي له جملة من النار يعني اليوم علم القضاء علم كبير بس أنا أقول أعظم ضمان و هذا الشيء نكرر من السنوات في هذه الملفات أعظم ضمان و ممكن نحن نحن حقق لأبنائنا وهو الخوف من الله اليوم أي والدين أي أب و أم يستمعون لنا اليوم وبينهم هاي الدعاوة الكيدية و هاي المصائب في هذه المحاكم و المراكز الشرطة يقول ديروا بالكم ترهي حقوق و واجبات و أمانات لا تطالبون ببر الأبناء فيكم بعد سنوات ما أنتم ما بريتوهم نعم دكتور أفاض دكتور أهيان عندي مداخلة دكتور عبد العزيز جنوح الأبناء فعلا يعني أنت شو متوقع من طفل يشوف أن أبوه يصير فع دعاوي كيدية على أمه يعني من القضايا اللي مرت علي يرد الأبو لأنه ما يبغي يدفع النفقة و يأخذ حضانة الطفل ما دفعه صاري في المدرسة فالولد ما قدر يصير المدرسة و الأم ما تشتغل و أهلها على قدهم فهو مكادر الولد يصير المدرسة في نفس الوقت يسيطعن في الزواج نفسه يعني يقول أن الأم هي أصلا من الأساس هم غشوني و يمزوجوني إياها فيها صرع أو فيها أمراض فلما يل الأبن يشوف الوضعية هاي شو متوقع منه كيد بيكون يا أنه يطلع من البيت يا أنه يصير يدور لربع يقصون عليه نحن بالفعل في مجتمع الإمارات ينقصنا البرنامج التأهيلي لما بعد الطلاق أنتوا ما قصرتوا الأرشاد موجود ولكن هذا قبل طيب الوضع مأساوي بعد قبل هذا إصلاح لإصلاح الأسرة طيب الحين الأسرة خلاص تفككت يمكن الأفضل لها أنها تتفكك كيف مشكلتها دكتورة يعني أستاذ علي بس على الفكرة ما أنساها ترى جزء من مكادب الأرشاد أو منظومتنا يقولون دكتور نحن نعالج بس المشكلة أن علاجنا جزئي يعني نحن نأخذ كيس ملف خاص مثلا في باب الحضانة ملف خاص في نزاع على الرؤية نزاع مالي محد ما عندنا منظومة اليوم تدرس الملف المتكامل لحالة الطليق والطليقة عندنا ملف اسكاني منفصل عندنا ملف اجتماعي منفصل عندنا ملف المنظومة القضائية منفصلة هذه المشكلة القصة الكاملة المفروض تكون متشابكة لتعطي الصورة الحقيقية والواقع الذي يعيش يمكنها الأبناء وتعاني منها أيضا الأسرة بعض الحالات من الطلاق تعتبر هي خلنا نقول الحل الأمثل لبعض الأسر التي تكون فيها المعاناة للأبناء في حال الزواج أكبر من وجود الطلاق فكيف ترين هذه النقطة دكتورة شوفي بعض حالات الزواج الطلاق فيها رحمة يعني فعلا الطلاق رحمة للطفل والزوجة والأم يعني مرت علي بعض الحالات والحمد لله يعني أنها مش يعني الحمد لله أنها موبة ووجودة عامة في مجتمع الإمارات يعني الأب يضرب الأم يدام العيال يصارح عليها عقب يستلم ولد ولد يضربها لأنه يعني بعدها بعدها غيظة بالأم يطلع من البيت الأم تصير أحيان بدلا ما يتحن على الولد يصير هي بعد تضرب البنية فالبنية تصير تشرد وسير ترقل لك تحت سيارة من السياير يتشوف أحد من الناس يبلغ الشرطة عليها البنية عمرها أربع خمس سنوات أنت المصدق البنت تكون أربع خمس سنوات تشاردة من البيت في طفل يشرد من البيت أربع سنوات وسير يرقل تحت سيارة في العراء برع صراحة أنا أشوف هذه مؤسسة الزواج الأفضل لها فعلا أنها توقف نعم دكتورة يمكن الذكرتها في الحقيقة أنا أذكر أحد القواتق في ملف طلاق قديم راجعت سبع مصحات نفسية في قضية العلاج في آثارها من المراحل تعاطت بعض الأدوية حتى وصلت هي ذاتيا لحد من مراحل الأدمان على بعض الأدوية التي تأخذها وما كانت هذه حالتها والسبب في الحقيقة يمكن المجتمع أنا دائما أقول الله شرع الزواج رحمة وشرع الطلاق رحمة وكلام نحول هذه الظواهر أقول دائما هو قرار مصيري يحتاج إلى شراكة وقع من 1400 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والذي هو خير عننا وعن الجميع في الحقيقة وقعوا في هذه الصور الموجودة لكن متى نحن نستخدم هذا السلاح وهذا الطلاق متى ننفصل وشو الرؤى التي ننفصل عليها هذا المهم نحن لا نريد نوصل في بعض القضايا أنا أقول لحالة مأساوية حين الأم هذه عجزانة هي بحد ذات يحتاج حد يقوم على أكيان وابتك ذات ربي الأولاد بعد الطلاق والانفصل أنا دائما نقول إنسان ما يخاطر بحيات ولا أب أيضا أنا أقول الله شرع ولهذا من الأشياء الجميلة في الحقيقة الكلمات التربوية اللي دائما حينما أسأل عن طلاق أقول كلمة الشاعر الكبير أحمد شوقي حينما سئل عن الطلاق قال هو أزمة تمنع أزمات و ملمة تفع ملمات دواء ساء استعماله فصار هو الداء صار هو المرض مع أن الله سبحانه وتعالى شرع رحمة بالناس و بالعالمين متى يتخذ و متى يأخذ هذا السلاح نعم دكتور لكن الله شرع لبعض الحالات و بعدين في نفس الوقت الله شرع لحط أشياء تنظم وأسس تنظم و حتى في الرضاعة في رضاعة الطفل حتى الله سبحانه وتعالى رتبها في أصبحت الأمور يعني دكتور يعني معظمها يعني تدخل يعني بالذات مع الرجل والمرأة في بعضها مثل ما قال دكتور و أنت قلتي أن يكون تراكمات مسبقة من الزواج والأمور اللي هم عاشوها و يصبح هني تفريق إذن أيهما أفضل يعني يعيش الأبناء تحت مظلة زواج تعيس أم تحت مسمى أبناء الطلاق في كل الحالتين يعني كلهما مر ف كيف الحل أنا من وجهة نظري أنه ليس خيارات أن أقول أن أعيش تحت وطأة زواج تعيس أو أنه تحت طلاق يعني ويكون في مرارته أنا أشوف الأصلح والأنسب دائما هو الأصلح والأنسب ومثل ما قالت دكتور هي في النهاية قرار واختيار بعض النساء يعني يغصب من أنفسهم أنه يتمون في زواج يعني نقول ما لأمل أساسا مثل ما قالت الدكتورة أنه يكون فيه مثلا تعنيف للزوجة أمام الأبناء وأمور جدا شديدة على الأبناء نفسهم يعني لما يكون الأبناء في خطورة يعني الأبناء متعرضين لخطورة بسبب أحد الآباء مثلا أو احنا ما نقول يعني مثل ما نقول نضع أصبع اتهام لأي منهم هم الضرفين ففي هاي حالة يكون الطلاق الصحيح اللي احنا قلنا عليه من البداية أن نحنا مثل ما اتفقنا ويا الدكتور أن يكون عندنا الوعي الحقيقي للطلاق أن نحنا نفهم يا جماعة الطلاق ظاهرة اجتماعية مثلها مثل الزواج بس احنا مو بنحنا نشجع على الطلاق لأن الحين بعد أصبح الطلاق بالذات للأجيال اللي يديدة طلاق غير مدروس مجرد أنهم يعيشون مرحلة زواج شافوا أن الموضوع لا ما ينفع ويكون فيه طفل في النص صغير توا يعني توا ياي لا احنا خلاص طلاق ما هو كل شيء مترتب عليه هناك تبعات نعم فهذا دائما نقول كل شيء يعني مثل ما نقول التبعات عواقب لكل قرار تدرس نعم سواء في الاستمرار في الزواج إذا كان تعيس لا سمح الله أو التوجه للطلاق سنستكمل هذا النقاش لكن بعد هذا التقرير مشاهدين مؤسسات أسرية ومجتمعية توجيهية ومحاكم أسرية إرشادية فعلت دورها إمارة الشارقة في المجتمع حماية للأسرة والأطفال من مغبة الوقوع في براثن الطلاق وما يجرح على الأسرة من خيبات وويلات ضياع الأبناء نتابع معنا هذا التقرير دولة طبعا تبذل جهود عظيمة جدا في الحفاظ على الأسر حيث تم أيضا توفير كثير من المؤسسات التي ترعى الأسر المعنفة إمارة الشارقة دائرة الختمات الاجتماعية أيضا تبذل جهود جميلة جدا في الحفاظ على الأسر المعنفة واحتواءهم فهناك مأوى خاص بهم دار الإيواء وقوارير أيضا منفصل رجال منفصلين عن النساء وأيضا الإمارات الأخرى أيضا لها جهود جميلة جدا في الحفاظ أو في نبذ العنف وأيضا الوالدنا صاحب يسموه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظ الله ورعاه أصدر مرسوم جميل جدا فيما يتعلق بالعلاقة الوالدية وتحت مسمى الاتفاقية الوالدية هذا المرسوم تحت رعاية دائرة الخدمات الاجتماعية وأيضا بالتعاون مع محكمة الشارق الشرعية يبذلون جهود جميلة جدا في عقد هذه الاتفاقيات مع الأسر اللي هي ما بعد الطلاق أو في حال قيام العلاقة الزوجية حيث هذه الاتفاقية يعني لخصت جميع حقوق الأبناء المتعلقة فيهمهم سواء ما بعد غالبا هي ما تكون بعد الطلاق يعني ما في داعي الحرمة تفتح ملف نفقة بعد فترة تفتح ملف الحقوق اللي الأخرى كسكن وبعد وقت لاحق تقدم على فتح ملف السفر الأوراق الرسمية هذه الاتفاقية الوالدية لخصت جميع الحقوق المتعلقة بالأولاد تحت بند واحد تحت ملف واحد بمسمى الاتفاقية الوالدية وأيضا طبعا قلصت هذه الاتفاقية من الكثير من المشاكل الأسرية طبعا خلاص الجهود طبعا تكون غالبا في تحت مسمى واحد أو تحت ملف واحد وهو الاتفاقية الوالدية حياكم الله مشاهدين الكرام الجديد ما زلنا مستمرين معكم وأجدد لكم التحية ولضيوفي الكرام تابعنا في التقرير السابق الدور المهم والفعال الذي تبذله الحكومات خصوصا يمكن في إمارة الشارقة سعيا لتعزيز هذا الترابط وأنقاذ هذه الأسر من هذه انتبعات الطلاق نتحدث عن هذا الدور دكتورة فاطمة الحمد لله رب العالمين أن في حد فعلا في المجتمع أن يقوم على الأطفال ويرعاهم في حالات ويدة سعيدني بضربت شبثها الأفضل لأن هذا تخصصي يعني في حالات يعني الطفل كان ساير مع أم الجمعية ففي وحدة شافت بس بلغت حماية الطفل شافت كدمة على عينه بلغت حماية الطفل يا وعلى طول يا با الطفل شو السالفة بدأ هنا التحقيق سرعة استجابة ضمه الطفل طلع اللي عنفه واللي يضربه هي أمه لا حلول قوة الله بالله يعني هي اللي ضاربت لنا فهني بدت المؤسسة تحميل الطفل تأخذ الطفل وهي اللي خلاص تكفلت فيه حتى القصة اللي قتلت شياها قبل شوية اللي طفلة طلعت من بيتها وسارت ولجأت المؤسسات هاي ترعاهم رعاية يعني جدا جدا رائعة من ناحية مؤسسة حماية الطفل من ناحية الجانب الإنساني في الطعام في الملبس في كافة جوانب احتياجاتهم وكل الجوانب حتى الجانب السيكولوجي يعني الطفل اللي شفتها في أول القضية عقب ما تمت فيه دار حماية الطفل طفلة ثانية أنا ما عرفت أنا ما عرفت هاي الطفلة يعني مش الله ليهم هم متمكنين عندهم ناس خبراء يتعاملون مع هالحالات والله حق أنهم ما يتعاملون مع هالأطفال أنهم يعني غرب أنا أشوفهم صراحة في التعامل يتعاملون معهم منهم أطفالهم نعم كأسرة فعلا يعني تساؤلي إذا كانوا هالناس الغرب يتعاملون مع هالأطفال أبناء الطلاق بهاي الحنية ليش نعجز نحن الأباء الأم أو الأب فإننا نعطي هذا الحنان حق الأطفال صحيح هو دور مهم أيضا ومسؤولية مجتمع ككل مثل ما ذكرت دكتورة فاطمة في الأبلاغ عن مثل هذه الحالات إذا تم ملاحظة تعنيف يعني بطريقة أو بأخرى نتحدث عن هذا الدور المهم والله أستاذ علي يعني أنا سأقف احتراما أولا لسيدي صاحب سمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسم المنظومة الاجتماعية في الحقيقة في إمارة الشارقة متميزة والحديث عنها يطول في الحقيقة حلقة متكاملة بين مؤسساتها التي تزيد عن العشرين في القطاع الاجتماعي مؤسسات تنمية الأسرية عندهم المجلس عن الشؤون الأسرة يمكن أشارت دكتورتنا فاطمة الجهود المشكورة تكون بها دائرة الخدمات الاجتماعية بمارة الشارقة متمثلة بإدارات حماية الطفل والجوانب الأخرى في الحقيقة نتكلم عن خدمات تقدم لهاي الفيعة لمستعمارة الشارقة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع جهود حثيثة في الحقيقة شكرا لهم جميعا أقولوا ما الله يعطيكم الصحة والعافية والإشتغف القطاع الاجتماعي يعرف صعوبة العمل في هذه المنظومات يمكن في الحقيقة ليأكد ورسالتي للعاملين في هذه المنظومات المرحلة القادمة تطلب منها تكاتف أكثر نشتغل على منظومة تكاملية أكبر نحن اليوم وجهنا مجموعة رسائل الشيء الثالث أنا دائما أقول هذه المؤسسات تبذل وتجتهد وتأخذ المنظومة وتصرف عليها موازنات حكومية لكن في النهاي أستاذ علي اللي أشارتي لمهم أن المجتمع له دور الطبيب أنا أقول الممرض شاف حاله المدرس الجيران دائما نقول نحن عاملين في قطاعات اجتمعية لكن هذه الحالات توصلنا عن طريق الخطوط الساخنة أنتو عيوننا اللي نشوف فيها مجتمع إذا الطبيب واليوم أنا أكد من هذا المنبر الإعلامي أن قانون حقوق الطفل وجيمة في الحقيقة ألزم وجوبا وليس اختيارا اليوم مجبر كل من يتعامل مع الطفل في المدارس في المستشفيات في غيرها من المؤسسات الخاصة والعامة قضية الإبلاغ الوجوبي أي طفل شفته وكن على ثقة أنت محماي بلاغاتك تفاصيلك الشهود في الوقائع هاي أي كان هذا الاعتداء كان جسماني جسدي لا قدر الله جنسي نفسي أهمال التزام حقوق تبلغ الخط الساخن لهذه المراكز الشغالة وما عليك دورك كفيت ووفيت وأديت أمانة الله عليك ثم في المنظومة القانونية والتشريعية فأنا أقول هم عيوننا لنحن نشوف فيها المجتمع نعم كذلك يمكن مؤخرا توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظ في حماية الأسر من الطلاق وتعزيز هذا الترابط بتوجيههم للتوجيه الأسري ومعالجات القضايا والمشكاليات التي يواجهونها فإمارة الشارقة تبذل جهود كبيرة لتعزيز هذا الترابط الأسري أستاذ علي أنا أضيف بس على الكلام الجميل اللي يعني قالوا الدكاترا وانتي قلتي أن الدور هنا من هاي الحلقة أو من هاي المنبر اللي إحنا اليوم نتكلم فيه أنا أعتبرها خطوة جميلة أن إحنا فعلا نبدأ أن إحنا نظهر دور هذه المؤسسات يمكن فيه كثير من اللي موجودين في المجتمع ما يعرفون أن هاي المؤسسات موجودة فيه كثير منهم ما يعرفون أن هي موجودة إلا إذا وصلوا لي مثل ما نقول أنه يعني استوى المصيبة أو استوى الأمر استوى الانفصال أو استوى الحادثة للأبناء فأنا أقول دور الإعلام دور جدا مهم ودورنا نحن في المجتمع كمؤثرين وإعلاميين بوعي حقيقي أن نحن نوصل للأسرة بشكل عام وخاصة للأسر المنفصلة وأبناء الطلاق أن هذا هو الدور أن نحن نعلن عن الخط الساقل نعلن أن فيها المؤسسات هاي المؤسسات تبدأ فعلا تظهر جهودها وتبدأها يعني طبعا القيادة ما قصرت والشيخ سلطان ما قصر لكن احنا كدور قوي جدا أن احنا فعلا نبين للمجتمع وخاصة للأبناء خاصة للأبناء مش للاستغلال أن احنا مثلا نستغلل الأبناء أن نروحوا بلغوا لا بالعكس أنت لك حق في هذا الوطن لأن نحن نحبك والمجتمع كله يحبك وحتى أسرتك تحبك حتى لو مرد في فترة مرض أسميها هذه الفترة بتكون فترة قصيرة جدا نحن دائما يمكن نلاحظ هذه الحملات التوعوية يمكن توجه للمدارس توجه للأسر على شكل منشورات على شكل يمكن حتى في وسائل التواصل الاجتماعي التوعية الدائمة ومستمرة بهذه الخدمات فهل تعوض هذا الاهتمام وإن كان يعني اهتمام كبير وبالغ يعوض الحنان المفقود في ظل انفصال الوالدين دكتورة أختي عليها بس خليني أعقب على اللي قالوا الدكاترا نحن كفراد مجتمع يعني يقع علينا عاتق التبليغ في هالحالات بس هاي النقطة بسبب بغطيها شوفي يعني لنقول مثلا حين أنا دسرت مثلا المول أنا فاطمة صرت المول شفت أشياء معينة على طفل معين منزوي كدمة حمراء على عينه شفت جرح ما مفروض أن يكون في الويه في الإيد أو حرق مثلا يعني لا تغافل أقول أنا ما يخصني شي خصني وأسير بس يمكن أنت تكون أنت يعني في إيدك نجات هذا الطفل نعم سواء كان في أسرة بتنهار أو أسرة يعني أردي يعني مثلا أبناء طلاق بنقول في الحالتين أنت إذا شفت طفل في كدمات في إصابات تشوفه مبطبيعي يا أخي خلي عندك وعي يعني أنت بعد دورك هنا الأمانة عليك تحتب المجتمعية وأنك تبلغ دكتورة فاطمة نوضح للسادة المشاهدين شو هي الملاحظات اللي ممكن يعني الكدمات الكدمات هاي جدا بارزة تكون في الوي في الإيدين الأماكن اللي فيها البروز العظمي هاي ممكن تكون من الطيحة على الساق على الساعد هاي أماكن طبيعي أظنيت كافية هاتوا في عيالكم كلهم يعني هاي من الطيحات لكن في أماكن معينة المفروض ما يكون فيها الرقبة ما يكون فيها هارفتي هني مثلا في الخشم ما يكون فيه في الحاجز الخشم في الوجن هني ما يكون يعني هل هناك يعني على العين سلوك الطفل نفسه كذلك ممكن يكون بس لما أنت تشوفين أن فيه كذا شيء يعني الطفل مهمل نوعا ما الكدمة كبيرة على عينه هني أنت عندك ريبة بتكون شعره مثلا جزء كبير من شعره مش موجود شعره فيه أماكن معينة من شعره محترق هني أنت فيه تساؤل مش قادر يمشي عدل شو التصرف الأمثل هو الأفضل جديد بلغين حماية الطفل هم هني بيبدون ياخذون إجراءهم نعم الأفضل خاصة دكتورة يعني يمكن اللي أشرت له يعني بعض معلمين ومعلماتنا ما شاء الله حين هم عندهم حتى في الوزارة مشكورة في الحقيقة أنشأوا وحدات حماية الطفل خاصة بوزارة التربية والتعليم ونقول لهم شكرا لهم في الحقيقة قائمين عليه يعني معلم ومدرس يمكن حتى من غير ما كدمات يعني طفل حياته مستقيمة تمر عليه سبوعين ثلاثة ولد من زوي فيه مشكلة معينة فيه حادثة معينة مرة تعليم وحيانا ما تظهر على الكلمات وحيانا يكون مغطى مثلا في حقيقة بعض الأشياء وقفنا عليها بعض عمليات تبليغ وأنا أقولهم حتى المراكز هي مراكز حمال ليست لي يعني الحمد لله ما يضرر أحد ندقق عليه ونطمئن عليه أحسن لا قدر الله ولو نحن نستعدين في ألف حالة ندقق عليهم ولا تطلعنا حالة وحدة تكون بحاجة لعلاج نعم وأيضا نضيف إلى ذلك الخط الساخن كفعا إيضائي للأطفال كذلك في حال تعرضوا لا سمح الله لبعض يمكن خلنا نقول التعنيف دكتورة فاطمة في ختام حلقتنا نصائح نوجهها للسادة المشاهدين والله كلكم رائعين وكلكم مسؤول أختي عليهم ونحن بشر ونحن نخطئ ونصيب صح ولكن الواحدة نقول تكون في عنده تقوى الله نعم يتقي الله سبحانه وتعالى في لسه ويتقي الله سبحانه وتعالى في الطرف الآخر ويتقي الله سبحانه وتعالى في عياله بس هذا المطلوب وتعاملهم بالحسنة يعني أنت هذه العيالك مهما كان وهذه كانت في يوم من الأيام زوجتك ولا عافية عن الناس والله يحب المحسنين اعفوا عنها وعاملها بالإحسان ولا تنسوا الفضلة بينكم بالتأكيد في نهاية الدكتورة أنا دائما أقول هذه الجملة أن الطلاق ليس نهاية بل هي بداية جديدة في حياة الأبناء في حياة الزوج في حياة الزوجة فابدوا بداية صحيحة ابدوا بداية صحية ابدوا بداية مليئة بالوعي الحقيقي الأبناء اليوم هم أبناء صغار لكن هم بذرة تنمو في أرض هذا المجتمع وباتر بيكبرون وبيكون لهم ثمار فنحن في هذا المجتمع وخاصة في مجتمع دولة الإمارات نبه ثمار صحيحة نبه ثمار جميلة مشرقة لمستقبل أفضل فبالعكس نبدأ أن نحن يكون دائما مليئ يعني يكون هذا الانفصال مليئ بالسلام نعم دكتور عبدالعزيز يعني في الحقيقة أنا أدعوهم إلى الصبر عقبة الصبر إلى خير كل زوجين يسمعون أن يواجهون مشاكل وتحديات نوصيهم بالصبر ادفع بالتي هي أحسن أقول إذا وصلوا لمرحلة الانفصال والطلاق ما ينسون قول الله وهذه لي ولهم وللأجمعين ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ما ينسى الإنسان هذا الفضل والإحسان وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيم فالله يعوضهم خيرا بإذن الله نحن صراحة نتمنى الاستقرار الأسري لجميع الأسر سواء كانت مطلقة لا قدر الله أو مش يعني تراجع نفسها كذلك قبل اتخاذ هذه الخطوة سعدنا بالحديث معاكم اليوم كل شكر وتقدير للدكتورة فاطمة الخميري استشاري ومدير إدارة الطب الشرعي والمختبر في وزارة العدل في دار القضاء بالشارقة والشكر أيضا للدكتور عبد العزيز الحمادي مستشار أسري والشكر موصول أيضا للدكتورة المهندسة ولاء الشحي مدربة تطوير ذات ووعي وكاتبة شكرا جزيلا شكرا حياكم الله مشاهدين رسالة إلى الآباء يا أيها الآباء تذكروا دائما أن أبنائكم هم أمانة في أعناقكم حتى وإن كان الطلاق حتميا والفراق هو المصير أبنائكم هم أبنائكم دائما وأبدا فلا تتخلوا عنهم كما تخليتم عن زواجكم نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله موسيقى 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 هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية موسيقى موسيقى